السلام عليكم اهلا بمتابعين قناة الاستاذ مسألة اليوم مسلس قائم الزاوية متساوي الساقين طول ساقه يساوي واحد من نقطة على الوطر رسمة قطعتان مستقيمتان على ساقي المسلس تأمل المسلسين والمستطيل نريد اثبات انه بغض النظر عن كيفية اختيار النقطة به فان اكبر هذه المساحات السلاسة هي على الاقل اتنين على تسعة اول طريق على الحل الصحيح هو فهم المسألة بشكل واضح دون اي لبس فتابعني للنهاية كي تستفيد حاول حل المسألة عندما يبدأ عدد السواني وعندما تنتهي قعد تشغيل الفيديو لمتابعة الحل المسألة تسألك هل يمكنك اثبات ان احدى هذه الاشكال السلاسة سيكون له دائما مساحة اكبر من او تساوي اتنين على تسعة فغض النظر عن مكان النقطة على الوطر سنفد ان طول القطع المستقيمة بي ار هي اكس فيكون طول القطع المستقيمة ار سي تساوي واحد ناس اكس وحيث ان المسألة القائمة الزاوية متساوي الساقين اذا طول بي ار يساوي تي ار يساوي كيو سي يساوي اكس وايضا ار سي بتساوي تي كيو بتساوي اي كيو بيساوي واحد ناس اكس من السهل ان تثبت ذلك عن طريق تشابه المسلسات فإذا افترضت أن TR يساوي Y مثلا فإن X على Y تساوي 1 على 1 ومنها تصل إلى أن X تساوي Y أي PR تساوي TR ومن المهم أن تلاحظ أن X محصورة بين 0 و 1 إذا كانت X أكبر من أو تساوي 2 على 3 أو أقل من أو تساوي 1 على 3 سيكون مساحة إحدى المسلسان تلقائيا أكبر من أو يساوي 2 على 9 من السهل إثبات ذلك فعندما X أكبر من أو تساوي 2 على 3 يكون مساحة المسلس TRP يساوي نص القاعدة في الارتفاع أي نص X تربيع وحيث أن X أكبر من أو تساوي 2 على 3 إذن مساحة المسلس TRP سيكون أكبر من أو يساوي 2 على 9 وذلك بتربيع طرفي المتبينة والقسمة على 2 وعندما X أقل من أو تساوي 1 على 3 يكون 1 نص X أكبر من أو يساوي 2 على 3 وذلك بطرح 1 من الطرفين ثم الضرب في سالب 1 وتغيير علامة المتبينة ويكون مساحة المسلس AQT يساوي نص القاعدة في الارتفاع أي 1 نص X لكل تربيع على 2 وحيث أن 1 نص X أكبر من أو تساوي 2 على 3 إذن مساحة المسلس AQT سيكون أكبر من أو يساوي 2 على 9 وذلك أيضا بتربيع طرفي المتبينة والقسمة على 2 الآن في حالة X أكبر من 1 على 3 وأقل من 2 على 3 يكون X نص نص أكبر من سالب 1 على 6 وأقل من 1 على 6 وحيث أن مساحة المستطيل يساوي الطول في العرض أي X في 1 نص X وهذا يمكن كتابته على الصورة سالب مضروف في القوس X نص نص لكل تربيع زائد ربع وهذا أكبر من سالب 1 على 36 وذلك بتربيع متبينة زائد ربع أي 2 على 9 أيسا يكون مساحة المستطيل أكبر من 2 على 9 وبالتالي يكون إحدى هذه الأشكال السلاسة سيكون له دائما مساحة أكبر من 2 على 9 فغض النظر عن مكان النقطة T على الوطر أتمنى أن تكونوا استفادتم من المسألة وستمتعتم بالشرح فإذا كنت زائرا جديدا في القناة وأعجبك محتوانا فيمكنك دعمنا ماديا من ميزة التشكر الموجودة أسفل هذا الفيديو أو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وانتظروا إن شاء الله مسائل بأفكار جديدة ومتنوعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته